يا إلهي، هذه هي خريطة الكنز المفقودة يجب أن أعثر على هذا الكنز قبل لصوص المقابر بعدما اكتشف أمون خريطة قديمة في منزل جده قرر البحث عن كنز مفقود في أعماق صحراء مصر انطلق أمون في رحلته المثيرة وعلى طول الطريق اكتشف أسرارا قديمة تتعلق بالأهرامات والآلهة المصرية يجب أن أعثر على هذا الكنز مهما كلفني الثمن وفي إحدى الليالي وبينما كان يستعرض النجوم في السماء ظهرت نيفرتيتي أمام أمون بوضوح كانت ترتدي ثوبا ذهبيا وتحمل قوسا سحريا من أنت وماذا تريدين مني؟ أنا نيفرتيتي حارسة القوى السحرية في هذه الأرض سمعت عن رحلتك وقررت مساعدتك الفيديو اليوم حقول لك على أسهل طريقة لعمل قصص متحركة للأطفال ممكن تكون أنت البطل فيها عن طريق إنشاء شخصية افتراضية من صورتك أو أي صورة أخرى نعرف إجابة السؤال اللي كتير منكم دايما بيسأله وهو كيفية المحافظة على ثبات شكل الشخصية خلال الفيديو أو الصور وأيضا نحن نتعلم كيفية تحريك مشاهد من القصة وجعل الشخصيات فيها تتكلم وكل ده عن طريق توظيف أدوات مختلفة لعمل فيديو كامل بالزكاء الاصطناعي لو كنت مهتم بعمل فيديو احترافي كامل بالزكاء الاصطناعي تابع معايا الفيديو للنهاية قبل بداية الفيديو بفكركم الاشتراك واللايك وشير لأن ده بيساعدني على تطوير المحتوى دائما للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو أول خطوة هي كتابة القصة والسيناريو وعمل برومبت لرسم الشخصيات ومشاهد في القصة عن طريق شات جي بي تي ودي طبعا أهم خطوة لأن عن طريقها حنبني عليها كل الشجل اللي حنعمله في بقية الفيديو حنستخدم ثلاثة أوامر رئيسية لشات جي بي تي حسيبها لكم في وصف الفيديو أول حاجة طلبت من شات جي بي تي إن هو يكتب لي القصة ولكن السر في البرومبت هنا إن أنا كتبت له إن أنا عايز القصة والحوار في نفس الوقت فابتلا إن هو كتب لي القصة والحوار زي ما هو واضح أمامنا يعني برومبت طلبت منه إن هو يكتب لي وصف بالانجليزية لكل مشهد من مشاهد القصة عشان نرسمه بالذكاء الاصطناعي قالت حاجة طلبتها من شات جي بي تي قلت له يكتب لي برومبت بالانجليزية لاستخدامه في رسم كل شخصية بالذكاء الاصطناعي وحتعرفه خلال الفيديو حنحتاج الأمر ده في إيه الأداة الرئيسية الرائعة اللي حنشرحها النهاردة اسمها ArtFlow هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف هذه الأداة تسمح لنا بعمل صور بالذكاء الاصطناعي وفيديوهات مع المحافظة على ثبات شكل الشخصية خلال الصور أو الفيديو وده عن طريق ثلاث خطوات رئيسية أول حاجة صنعت الشخصية نفسها من صورتك أو صورة أي شخص آخر ثم توليد الصور بالذكاء الاصطناعي ثم صنعت الفيديو من هذه الصور والشخصيات لشخصيات تتكلم أول خطوة هبتدي إن أنا أصنع الشخصية الرئيسية بتاعتي فلو جيت هنا وضغطت على Character Builder هيديني اختيارين Character أو Actor Character بتسمح لك بعمل شخصية مولدة بالذكاء الاصطناعي Actor ممكن تعمل شخصية مولدة من صور لك وكل ما تيجي تولد شخصية بالذكاء الاصطناعي اطلع صورتك في هذه الشخصية هنعمل الاتنين ونشوف الفرق ألغط على Character ثم Create New Character هنا هوصف الشخصية بتاعتي زي ما بعمل في أي أداة للرسم بالذكاء الاصطناعي طبعا الوصف ده إحنا عملناه في أول خطوة على جي بي تي وده ال Negative Prompt لو حابب من هنا ممكن أختار وجه جاهز للشخصية عندي طبعا وجوه كتير بس بالشكل والمرحلة السنية أنا هكتفي إن أنا هعمل الشخصية عن طريق الوصف اللي أنا أضفته وبعدين Generate الشكل الشخصية النهائي لو أنا راضي عن النتيجة هقول له Finalize and Save This Character أسمي الشخصية أي اسم أنا عايزه وبعدين أقول له Save Character ممكن أعمل أكتر من شخصية وأرجع تاني استخدمها زي ما أنا عايز هنا مثلا أنا عملت شخصية تانية وسميتها نيفرتيتي علشان أستخدمها في القصة أو الفيديو بتاعي الاختيار التاني هو عمل أكتر أو إن أنا أعمل شخصية من صور ليا أو من عدة صور لأي شخص أخر وأستخدمها كموديل ثابت في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي حيث كل مولد صورة يطلع فيها وش هذه الشخصية أو ملامح هذه الشخصية دست على Actors وبعدين ألغط على Create AI Actor يطلب مني أن أرفع على الأقل عشر صور لهذه الشخصية هفترض أن دي شخصية لي مثلا هدوس هنا وديله على الأقل عشر صور مثلا تديله خمسة واتقرارهم تاني هنا طبعا هو بشرح لك مواصفات الصور المطلوبة أنها بالآخر تكون صور Portrait أنا مثلا هسمي الأكتر بتاعي بسيطة Tube طبعا ما ننساش أحدد إذا كان رجل ولا سيدة أو شخص كبير أو طفل ثم أضغط على Start Training هنا بيقول لي أن عمل الشخصية ممكن يأخذ من ساعة لساعتين ومش محتاج أنك تفضل فاتح الصفحة إلى أن ينتهي من عمل هذه الشخصية بعد ما انتهى من عمل الموديل يمكن أخذ أقل من نص ساعة ممكن أضغط على Create Image وكل ما عوز أعمل صورة بهذه الأداة فيها هذه الشخصية هكتب علامة الات وبعدين اسم الشخصية اللي أنا حفظته هو مثلا هنا كان كتب لي Dynamic Portrait of Basita Tube هكتب لي هنا مثلا As Superman هو هنا مختار Style Cinematic ممكن أنا أضيف Style آخر فيه عندي العديد من الأماط لو دوست generate المفروض أن هو هيعمل صورة ليا في شكل Superman ودي النتيجة النهائية حاجة في منتهى الروعة عمل صور مختلفة للشخصية بتاعتي بشكل Superman طبعا لحفظ الصورة على جهازي هدوس Right Click وبعدين أقول له Save Image As وأحفظها عندي على الجهاز بهذا الشكل وده لأن الخطة المجانية لا تسمح ليا بحفظ الصور في صيغة PNG وده شكل الصورة بعد حفظها على الجهاز عندي أيضا اختيار رائع اسمه Director Mode لو دوست عليه وأنا ماسح الكلام اللي هنا ممكن مثلا نختار Character أو Actor هختار نفرتيتي اللي أنا عملتها قبل كده فكتب لي هنا نفرتيتي ممكن أكتب In Pyramids of Giza من هنا بقى بقدر إن أنا عدل الشخصية بتاعتي هتبقى فين في الصورة بالظبط ولو أنا عايز الجسم يظهر كله أو جزء منه أو يبقى Close Up يعني الوش ظاهر Portray زي ما احنا شايفين وبعدين ألغط على Generate على شكل الصور طلقت بالظبط زي ما أنا حددت كده أنا عرفت إزاي أحافظ على ثبات شكل الشخصية في كل الصور والمشاهد بتاعتي نبتدي إن احنا نعمل القصة أو الفيديو والشخصية دي بتتكلم الخطوة التالية هي عمل صورة أو صور تمثل كل مشهد من مشاهد القصة أنا طبعا زي ما نشاهدين أنا عملت صور تخيولية لكل مشهد والميزة كما هو واضح إن صورة الشخصية الأساسية ثابتة في كل صورة الوجه والجسم علشان أعمل صورة لأي مشهد بمنطقة البساطة هقول له Create Image ممكن أنا أوصف المشهد بنفسي أو زي ما عملنا في أول خطوة أنا كنت طالب من شات جي بي تي إن هو يوصف لي كل مشهد أو يعطيني Prompt لكل مشهد كمثال هاخد المشهد ده ثم على أعداد Artflow هكتب Prompt وأتأكد إن أنا كاتب علامة الأد واسم الشخصية اللي أنا كنت أعملها وممكن كمان من Director Mode أضبط وضع الشخصية وكمان زاوية الجسم يعني لو عايز الشخصية تطلع بالجنب ممكن أعمل كده أو كده ثم generate فده مثال للصور اللي ممكن استخدمها مع هذا المشهد وبقرر ده مع كل مشاهد القصة الخطوة التالية هي تحريك الشخصيات وده عن طريق الضغط على Video Studio لبعض الأمثال اللي أنا كنت أعملها قبل كده ثم create new video من على الشمال خالص ممكن اختيار صورة من الصور اللي أنا عملتها سابقا على أداة Artflow لكي تكون الصورة الأساسية في المشهد ثم بضغط هنا لو أنا عايز الصورة دي تتكلم ثم أختار اللغة العربية Arabic أختار أي صوت من المتاح في الخطة المجانية مثلا زي الصوت ده مرحبا إذا أعجبك ما تسمع طبعا الأصوات هنا ممكن تكون مش حلوة قوي لشان كده يفضل تسجيل الصوت على أي أداة خارجية زي 11 Labs أو أي أداة أخرى لتحويل النص إلى صوت ثم الضغط على Upload ثم browse ثم اختيار الملف الصوتي الذي تم تسجيله على أداة 11 Labs ثم أتأكد أن أنا مختار Use this audio ممكن كمان أعمل مؤثرات للكاميرا على هذا المشهد لو ضغطت هنا هشلي مثلا الكاميرا تحرك من الشمال اليمين أو من اليمين للشمال أو أعمل zoom in أو zoom out كده ده ممكن يكون أول مشهد عندي ممكن بمنطقة البساطة أضيف مشهد تاني بعديه ثم أضيف صورة المشهد زي ما عملت في المشهد الأولاني لكن الاختلاف في المشهد الثاني أن أنا أضيف شخصية هي اللي بتحكي القصة لأن في المشهد ده البطل مش هو اللي بيتكلم هدوس على Character واختار من هنا أي صورة من الصور اللي أنا عملها أو شخصية من الشخصيات اللي أنتو شايفينها الجهزة دي هاختار مثلا الصورة دي لو ضغطت على الشخصية ممكن أخليها في دايرة بالشكل ده أو أشيل خلفية وتبقى في جزء من الشاشة مثلا صغارها أضغط على Dialog وأستخدم الحوار اللي في أول مشهد اللي عملهولي Shade GPT Copy وبعدين Paste هنا وبعدين من هنا أختار الصوت وهكذا بقرر ده في بقية المشاهد إلى أن أنتهي من جميع مشاهد القصة لما بنتهي من كل التعديلات ممكن أختار Save as a Draft أو أقول له Export and animate عشان نحفظ ملف الفيديو النهائي طبعا هو هنا بيقول لي ده هيكلفني كام كريدت من الكريدت بتوعي الأداة بتعطيك 150 كريدت مجدد شهريا لو حبيت في أي وقت أنه نرجع للفيديوهات اللي أنا عملتها بأداة Artflow ودخل على Video Studio ثم بضغط على الفيديو ثم بختار Download الخطوة التالية هي تحريك بعض ما شاهد من القصة عن طريق الذكاء الاصطناعي وده هيكون عن طريق أداة Runway ML هنستخدم فيها الخطة المجانية الأداة دي فيها ميزة مش موجودة في أي أداة تانية في تحويل الصور لفيديو وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي هضغط على Start with Image ثم أضغط هنا علشان أستخدم صورة فيها مشهد من مشاهد القصة بتاعتي ولنفترج مثلا الصورة دي الميزة اللي تتميز بها هذه الأداة هي ميزة Motion Brush فلو ضغطت عليها أقدر أن أعلم على جزء معين أو أجزاء معينة من الصورة والأجزاء دي بس هي اللي هتتحرك مثلا أنا عايز النار دي هي اللي تتحرك فهعلم عليها بهذا الشكل ثم بعد كده أقول له Save ثم أضغط على Generate for Second هنا زي ما انتوا شايفين أنا عملت مشهد للنار وهي بتتحرك ولإني طبعا استخدمت الموشن برش عشان أعلم على جزئية النار بس فالنار بس هي اللي بتتحرك وهو ده اللي أنا عايزه بالزبط ممكن أنا أعمل كده أقرر ده في أكتر من صورة في المشاهد بتاعتي هنعرف طبعا في مرحلة المونتاج إزاي هنقدر نركب النار دي على الفيديو النهائي بتاعنا لو أنا عجبني الفيديو بادوس على الزرار ده عشان أعمل Download أيضا بنفس الطريقة عملت فيديو تاني لشخصية نفرتيتي في القصة كل اللي أنا عملته إن أنا اديته الصورة وكتبت له Egyptian Queen وابتدأ إن هو عملي فيديو زي ما هو واضح أمامنا أيضا أقدر إن أنا أضغط على Extend for Second عشان أزود مدة الفيديو لمدة أربع ثواني زيادة خطوة التالية هي خطوة مونتاج الفيديو أنا هنا باستخدم برنامج CapCut نسخة الكمبيوتر ولو أنت مبتعرفش تستخدمه ممكن تشوف الفيديو الزهر أمامك على الشاشة في كورس كامل لبرنامج CapCut للكمبيوتر تقدروا طبعا تستخدموا أي برنامج تاني للمونتاج زي فيلمورة أو Adobe Premiere هبتدي إن أنا أسحب كل الفيديوهات بتاعتي على برنامج CapCut بهالشكل ثم باسحب الفيديو الرئيسي بتاعي على التايم لاين في CapCut ممكن مثلا أعمل Mirror للفيديو من هنا أول حاجة هتقبلنا هي العلامة المائية اللي فوق عندنا طريقتين ممكن إن أنا أعمل skill للفيديو أكبره بحيث إن العلامة المائية تختفي أو في طريقة تانية أسهل إن أنا أضغط على Stickers ثم بختار أي sticker علشان أغطي بيه العلامة المائية ممكن أسحبه هنا كده وأصغره بعدين ألغط على Text وأضيف نص نسخة CapCut الجديدة المحدثة بقت بالدعم اللغة العربية وده ما كانش موجود في النسخ السابقة أنا هنا مثلا كتبت عنوان القصة الكنز المفقود وأبتدي إن أنا أحركه وأضعه على الاستيكر بتاعي لو تفتكروا إن إحنا كنا عملنا مشهد بGenTool النار وهي بتتحرك عايزين ندمجه على الفيديو بتاعنا هنسحب الفيديو على التايم لاين نكبره نخليه ما هو 18 مثلا بعدين نعكسه زي الفيديو الأصلي وبعدين أقل الأوباستي أو درجة الوضوح وأحاول إن أنا أخلي الفيديو ده فوق الفيديو التاني بالزبط ثم أضغط على Mask وأعمل Mask دائري وأعلم على جزئية النار بس بهذا الشكل أكبر الفيزر أخليه أربعة وبعدين أضغط على Basic تاني وأرجع الأوباستي تاني 100% لو حركنا بقى الجزء ده من الفيديو كده زي ما تشايفين الشخصية اللي تحت بتتكلم والنار اللي فوق بتتحرك لأن إحنا عملنا Mask عشان نظهر النار بس أيضا المشهد ده أنا كنت عامله على أداة Runway ML Gen 2 أرخده وأسحبه على التايم لاين وأحاول إن هو يبقى أقدم مشهد اللي تحتيه بالزبط بالنسبة للعلامة المائية اللي هنا دي كل هعمله إن أنا هعمل Scale للفيديو إلى أن تختفي هذه العلامة المائية لو حركنا بقى الجزء ده من الفيديو كده زي ما انت شايفين منتهى الجمال يفضل عندي علامة مائية تانية في آخر الفيديو هقدر بمنتهى السهولة أنا أقف هنا على Timeline وبعدين أدوس على Cut وبعدين أقف على حتة الزيادة ودوس Delete أحد المميزات الرائعة التي أصبحت متوفرة في برنامج CapCut نسخة الكمبيوتر هي ميزة الترجمة المتحركة بالعربي وده طبعا بشكل مجاني تماما علشان نعمل ده هضغط على Text ثم Auto Captions واختار من هنا اللغة العربية وبعدين أقول له Create سابق منتهى البساطة عملي ترجمة أوتوماتيكية لهذا الفيديو باللغة العربية ممكن بقى أكبر ده كده أغير هنا مثلا الفونت أخلي مثلا خط اليد ده لو ضغطت على Templates نلاقي عندي العديد من القالب الجاهزة لتحريك النص لو اخترت مثلا القالب ده زي ما انت شايفين الترجمة أصبحت متحركة بمنتهى السهولة أقدر كمان لو ضغطت على Basic ثم نزلت تحت أختار شكل جاهز من أشكال الكلام زي الأصفر ده مثلا عشان يبقى باين أكتر مع الفيديو ولو أنا ما اختار Apply to All أي تغيير بعمله في أي نص بيطبقه على كل النص في الفيديو أقدر كمان أضيف تأثيرات أخرى عن نص زي Stroke و Background و Glow و Shadow لو عملنا كده مثلا بقى فيه Shadow تحت الكلام ولو في أي أخطاء في الكلام اللي مكتوب ممكن ببساطة أضغط على Captions واعدل الكلام هنا زي ما أنا عايز لو فيه جزء من الترجمة أنا عايز بيبقى دوه شكل مختلف هشيل علامة Apply to All وأتأكد إن أنا ما اختاره ممكن مثلا أحركه هنا وغير لونه فبقية الجزئية دي من الكلام فقط هي اللي بتطلع في النص والباقي بيطلع أسفل الشاشة سطوة الأخيرة هي إضافة الموسيقى ومؤسرات الصوتية للفيديو وده ممكن عمله بسهولة عن طريق المكتبة الصوتية لليوتيوب وده بيضمن لك إن أي موسيقى بتستخدمها في الفيديو بتكون بدون حقوق وأنا على YouTube Studio هضغط Audio Library ثم في البحث ممكن أكتب كلمة Arabic ممكن مثلا أستخدم موسيقى زي دي وضغط على Download ثم أقوم بإضافتها في برنامج CapCut ممكن من هنا أعلي أو أوطي صوت الموسيقى زي ما أنا عايز وده شكل الفيديو النهائي بعد اجتمال المونتاج وهو مثال بسيط لما يمكن عمله باستخدام أكثر من أداة للذكاء الإصطناعي وأنا واثق إن أنتم ممكن تعملوا أفضل منه بكتير بكده نكون انتهينا من الفيديو اليوم لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لأن ده بيشجعني على الاستمرار في تطوير المحتوى باستمرار للأفضل واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله